شاهدينها في كل مكان برحب حضراتكم نجاح كبير حققته مصر بعد جهود وأحلام تحولت إلى حقيقة بعدما بدأت أولى خطوات تشغيل مصنع الغزل والنسيج الجديد بصفة تجربية اعتبارا من شهر مايو المقبل 31 مليار جنيه رقم بيبين حجم المشروع العملاق اللي بتنفذه الحكومة مع شركات الغزل والنسيج والملابس على رأسها مصانع شركة مصر بالمحلة الكبرى ثم مصانع كفر الدوار وضميات وهو المشروع الذي تعرض لبعض التخيير جراء جائحة كورونا وجراء طبعا التدعيات الاقتصادية العالمية وتعطل سلاسل الإمداد تتويجا لهذا النجاح قال وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود أسمط إنه سيتم افتتاح مصنع أربعة في شركة غزل المحلة خلال شهر يوليو المقبل وسيتم افتتاح مصنع واحد وهو المشروع الأكبر في شهر يناير من العام المقبل وتتوالى الافتتاحات حتى نهاية عام 2024 الحقيقة إنه المتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراحل مشروع تطوير الغزل والنسيج كذلك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والجميل إن حوالي أربعين في المية من مكينات مصنع واحد تم وصولها وتخزينها بالفعل ثم يتم بدء في تركبها قريبا مع ورود باقي المكينات كمان عمليات تطوير المصانع الجديدة من الغزل والنسيج مع وضع أليات حديثة للتسويق ستساهم في طبيعة الحال في وقف خسائر سنوية لمصانع الغزل والنسيج وستزيد الصادرات لنحو ملياري دولار سنويا يمكن أن تزيد لعشرة مليارات دولار سنويا شريطة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية المصنوعة من القطن المصرية عالي الجودة عالميا لو انتقلنا فيما يتعلق بآخر مستجدات مصنع واحد وهو مصنع الغزل والنسيج الأكبر في العالم أفادت مصادر أنه جار استكمال توصيل الكهرباء من الشبكة الرئيسية لتهيئة المصنع لاستقبال المكينات الحديثة المخصصة للمصنع خاصة أن وزارة قطاع الأعمال العام في تواصل مستمر مع خبراء المكتب الاستشاري الأمريكي لمتابعة استكمال تتشين المصنع بشكل تام مشاهدين متواصلون معكم في تغطية إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا وإلى اللقاء